لسه وأنا داخل الهوى كنت بتفرج على مباراة ريال مدريد وبروسيا دورتموند في دورة أبطال أوروبا ما كل هذا الجمال والروعة اللي في الكرة في الدنيا كلها بروسيا دورتموند في الشوت الأول كسبان ريال مدريد على ملعب ريال مدريد اتنين لشيء اتنين لشيء وتحس ان الريال بيانهار وجولين جوم في ست دقيقة بتوى دورتموند ريال مدريد نزل الشوت التاني جحيم سواد على دورتموند ضلمت بص بقى الريال مدريد كان بيعمل ايه طاك طاك لحد ديئة ستين يعني في ربع ساعة كده من بعد بداية الشوت التاني هم بيتدربوا على مرمى الحارس كوبل بيتدربوا عليه بعد ديئة ستين يا نهرى بيض ده نقاعد وانا بتفرج على المباراة واعصابي تعبت خمس أهداف خمس أهداف في نص ساعة بيقولوا الدورتموند جبتوا فينا هدفين في ست دقايق في الشوت الأول دي خمسة في نص ساعة خمس أهداف في نص ساعة فينيسيوس بيسجل هاتريك لوكاس باسكس بيسجل هدف وروديجر بيسجل هدف خمس أهداف فرقة مرعبة احنا بس كنا مريحين الشوت الأول شوية بس لو شغلنا المطور عربية زي الساروخ دقسة عربية ايه هو ساروخ عرفية كورة حلوة وممتعة وما فيش قلق وما فيش مشاكل وما فيش أزمات ديال يا أخو ده أحلى الشوت ممكن تشوفه اللي ديال في حياتك الدورتموند ما طلعش من المربع بتاع منطية جزاق إلا في كورة كانت المباراة اتنين اتنين مباراة اتنين اتنين في كورة عملها دورتموند هاجمة مرتدة تيب كورتوة صدها ببراعة شديدة جد ارتدت جول لوكاس فاسكس وبعد كده جول اللي فينيسيوس خلصت المباراة خمسة اتنين بس ببساطة حلوة الكورة يعني ماشي